حي يرزق لكنه يسير غريبا بين الناس متخفيا بعيدا عن الأنظار فالخطر يتربص به أينما حل بعد أن وجد نفسه مسجلا ضمن لائحة الشهداء المنسوبين لوزارة الدفاع منذ عام 2007 ليعيش مجرد جسد بلا هوية وحقوق قصة جديدة بنكهة الموت تكتب في حياة حيدر الذي يعيش شهيدا في سجلات الدولة منذ 14 عاما دون أن يعلم رواية تؤكدها هذه الكتب الرسمية التي تشير إلى إصابته بمنطقة الرأس عند تأدياته الواجب العسكري في إحدى مناطق العاصمة بغداد حيث أردته شهيدا بشهادة وفاة صادرة من مستشفى اليرموك راح يتقدمت على الفرقة السادسة كانت تعيين ظل يتراجع أربعة شهر أو خمسة شهر حدود للفرقة ماكو للواء ماكو يعني أسامي اسمي خاصة يعني راجع علي ماكو 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 أيست عفتها هاي السنين عفتها نفتح تعيين بالشعبة الخامسة هذا تاريخ التعيين 226-2014 راح تقدمت بالشعبة الخامسة فحص ولجنة طبية وقرأة وكتابة وكملت كلها ما عندي شيء طون قصاصة ناجح بالفحص الطبي قالوا لا تراجعون يعني إحنا لا ما نراجع الشعبة الخامسة راجع مطاره مثنى ظلت راجع مطاره مثنى تقريبا سبعة شهر وثمانة شهر الولد الوياي راحه وتعينه فلد بباب المطار اشقد ما تردد عليه قال لي روح للحاسبة ما للدفاع شوف لازم عندك خلل راجعت وزارة الدفاع يعني الحاسبة الرئيسية قطيتها الجنسية وقطيتها هذه القصاصة هي اللي صادرة من مطار المثنى من الشعبة الخامسة من وزارة الدفاع وهذا الختم مالتهم قلت له أنا ناجح بالفحص الطبي وهذه قصاصة وهذا تاريخ ورقمه صائم الطيني وكاملة زين بشوف للخلل شين قال طيني جنسيتك قطيتها جنسيتي زين دق اسمي بالحاسبة قالت مقدم على تعين قلت له مقدم على تعين وهذه قصاصة قال انت شهيد منجز قلت لاني شهيد قالي انت شهيد منجز وهذا تعينك موجود زين فرقة الساسة فوج مغاوير قال وانت مستشهد عشرة سبعة الفين وسبعة تاريخ الاستشهاد مالتك قلت له عماني ما امام دهوم علي كيفك تأكد قال خلن اسم الام دق اسم الام قال حاسبة ما تقبل غلط اكو مجموعة هي المرتبة والمساوية او اكو مجموعة ومصلتها للتقاعد ومستلمين ما مستلمين ما اعرف زين زين يعني دائرة اي دائرة حكومية ما اقدر راجعاني محاولة حيدر باستعادته حياته من جديد قد وضعته في خانة الخطر بعد ان تعرض الى محاولة تهديد بالقتل ان حاول كشف المستور كلها صايرة فوج مغاوير فرقة السادسة فوج مغاوير فرقة السادسة وراجعتاني فوج مغاوير ثلاث مرات يعني قالوا لي بعد لا تيجي لا تيجي يعني هددوني قالوا بالفوج لا تيجي بعد يعني اتعرض الى شغلات لان هواني شيهي شيهي ديقلك هو هذا ميت ميت ومسجد بين الحياة والموت يصارع حيدر القدارة ويطالب بالكشف عن المتورطين في قضيته التي سلبت منه الحق في ان يعيش كانسان حر بعيدا عن اذرع الفساد ندى المرسوم من بغداد التغيير من السلاث tendon للإمكانشف عن المزيد انه ركز announce لأعز ن MUSIC اشتركوا في القناة